اسم كارمينة كيف نكتبه بالانجليزي بعلم الفونولوجي مستوى جامعي اول شي حرف ال C وال Q لما ينطقون مثل الكي ممكن تستخدمينهم ثلاثتهم وينطقون نفس النظر فبداية اسم كارمينة ان كتبتيه بالكي سينطق مثل الكي ان كتبتيه بال C سينطق مثل الكي فانت حرة تماما في كتابة بداية اسمك سواء بالكي او بالسي اثنيناتهم صح المقطع الاول خلصنا منا تمام نجي على ال M خلصنا نجي على ال N ونجي على ال A الحيرة تكون انه نضيف Y ولا I هنا يعلمنا علم الفونولوجي شنو يعلمنا يعلمنا العاتي بان اذا كتبنا Y راح تكون فونولوجيا May راح تصير مينة يعني اذا كتبت يني Y راح ينطق اسمك كارمينة وهذا غلط احنا نحتاج الى هذا الرمز هذا الرمز راح ينطق مينة ورح يكون فيه شواء اخر شي مينة اذا علميا وبالمستوى الجامعي المضبوط الصح هالشكل تكتبين اشبتش مية بالمية صح ولا اجنبي بالعالم يعرف انجليزي شاف هالاسم ورح ينطق غلط محد الكل رح ينطق صح غصبا عنه لانه احكمه بعلم الفونولوجي اللي البعض وليس الكل من المدرسين ما يعرفونه ويعلمون اجيال بالمدرسة انه ما في شيء اسمه علم الاصوات الانجليزية ويشخبط يكتب اي شيء ويقولك عادي اسمك عربي اسمك هندي اكتب على كيفك لا انت تكتب انجليزي تعلم علم انجليزي مستوى جامعي لما انت تصير استاذ وشكرا لحسن المشاهدة والثامع اكتب